ايه دكتور يعني احيانا بنقول احيانا بنحب ناخد حاجة جديدة في الطعام فجبر الخواطر حاجة جميلة جدا طبعا فحبت اني اسمع الناس ومشاكلهم وكده يعني بتعلمت جميل في حاجات اللي هو طبعا في حاجات اكبر من سني فمش عارفة ببقى مش عارفة اي ردي لأ يعني ماشي مش كبيرة للدرجة دي وتاني حاجة من كتر مسمعت كتير 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 في احيانا حاجات بتأثر فيها فحس نفسي طقتي نزدت اللي هو لأ انت بجبر الخواطر مش تحسي ان انطفيت لأ فاحيانا اللي هو لأ يعني انا مش عارفة ايه السبب يعني احيان كنت يعني حتى صاحباتي بيقولوا ليه اسمع بعيدتي عنينا فانا ما بعيدتش يعني احيانا بتوصل المرحلة انه انا حاسة نفسي شوية عايز ارتاح شوية من العالم السوشيال ميديا ده شوية يعني هو عالم كبير خالص بحسه لأ يعني عايزة راحة كده فالراحة كم سنة يا اسماء? اتنين وعشرين سنة. اسمعين يا اسماء اسمعين. هقولك الاجابة وافل عشان اخد ناس من ناس تانية واسمعيني بالله انا اقوله لك ده. اول حاجة اه موضوع اه ان انا اه يعني اه اه جبر الخواطر وبسمع مشاكل الناس وبحل المشاكل. جميل. بس اللي بالك. اللي بيحط نفسه في حقل آآ الدعوي سواء بالنصح للدين او بالاسرة او بالحياة لازم يتقصر لو ما تحصنش. وتلاقي المشكلة مؤسرة فيك وبيع بالله فلانة واعمل ايه يا ربي وكزا. ودي مشكلة مع مشكلة مع مشكلة امتي ذات نفسك هتلاقي نفسك معبقة يعني الواحد في اول اللي بتاع اقول يا ربي اعمل واعود اصلي ركعتين طلب حدا لكل حد يكلمي. وشي لهم الدنيا وكذا وكذا. لازم التحصين. التحصين العقلي. والتحصين الروحي والنفسي. والتحصين القلبي. والتحصين الايماني. الايماني. ليه? عشان لما تسمعي تسمعي يبقى عندك ثبت. وعندك اتزان. وعندك نوع من انواع التحصين العقلي اللي اعنا اعرف المعلومات واعرف الدنيا واقرأ عن نظريات. واشوف وتبحر في علوم الدين. واشوف ده رده ايه? ورأي الفقهات ايه? وانه جمهور العلماء اللي قالوا. وانه رأي الفرد اللي قالوا. وهكس. يبقى علم مع اتزان نفسي وحصانة نفسية قوية عشان ما تقعيش. اه 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 ايماني بالله سبحانه وتعالى يا رب كزا وانا بس على الخير وبأمر بالخير وهكس كل الكلام ده. لما انا اسعله مش هيجي فترة اه حتة ايه اه انا اتخنقته وعايز اسيب الفيس. اه لا. ليه? لانك انت ليك نية وليك وقت. وده من المهم في موضوع الادارة. عشان لما اجي ادير مكان او ادير نفوس. انت بتدير نفوس دلوقتي. لازم وقت. من الوقت كزا لوقت كزا. مش في كل وقت هفتح والدنيا والرسائل. لا. من الساعة كزا للساعة كزا. وبعد كده بالتين. شكرا. خلاص خلص. عشان انت ذات نفسك تستعيدي نفسك. وادع الله سبحانه وتعالى لك يا اسماء بالخير يا رب يجري الخير على اديك.